اهلا بكم عزائي الطلاب حلقة جديدة من حلقات الجغرافية السياسية معاكم مستر علي السيد والنهاردة هنبدأ مع بعض الدرس التالت هناخد الجزء الاول واللي بيتكلم عن المقاومات البشرية لقوة الدولة يلا بينا نبدأ مع بعض درس النهاردة طلاب العزاء مفيش دولة ومفيش حضارة على وجه الارض إلا ولازم يكون عندها عنصر بشري العنصر البشري ده بيكون مهم جدا في استغلال الارض اللي موجودة داخل الدولة وكمان بيعطي للدولة قيمة وحضارة عظيمة علشان كده تعالوا مع بعض نبدأ النهاردة نتكلم عن المقاومات أو العوامل البشرية اللي بتساعد على قوة الدولة واللي بتتمثل في مجموعة من العناصر هنتكلم مثلا النهاردة عن السكان طب هو السكان هنتكلم عنهم في ايه؟ عن حجم السكان؟ عن خصائص وصفات السكان؟ هنتكلم عن التركيب الاقتصادي للدولة؟ انتاج زراعي، موارد معدنية، مصادر طاقة هنتكلم عن الانتاج الصناعي وعن النقل والمواصلات وكمان هنتكلم في المقاومات البشرية عن القوة العسكرية للدولة وهنتكلم عن القوة التنظيمية أو القوة الإدارية للدولة يلا بينا نبدأ مع بعض مع أول جزء في المقاومات البشرية وهو عن مقاوم السكان والسكان هنا بينقسموا إلى جزئين هنتكلم عن حجم السكان وعن خصائص السكان نبدأ مع بعض بحجم السكان يعتبر حجم سكان الدولة من أهم المقاومات البشرية اللي بتساعد على وجود قوة للدولة أو ضعف لها وكمان سكان الدولة بيساعدوا على وجود وزن سياسي لها على مستوى العالم بس لكن إذا توفر لهم مجموعة من المقاومات ومجموعة من العوامل اللي تساعدهم على استغلال مواردهم يعني مش كل دولة موجودة في العالم عندها عدد كبير من السكان هي دولة قوية لأ لازم يتوفر عوامل ومقاومات للبشر اللي موجودين عندها علشان تكون دولة لها قوة سياسية ومكانة على مستوى العالم يلا نلاحظ مع بعض الحجم السكاني اللي موجود وتأثيره على الجانب الاقتصادي والجانب العسكري للدولة هنلاحظ مثلا أن الدول العظمة اللي موجودة في العالم عندها حجم سكان كبير زي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا زي الصين زي روسيا ودول من الدول اللي قدروا يستغلوا الموارد البشرية اللي عندهم والقوة السكانية والمقاومات الطبيعية اللي عندهم ويكونوا كينات اقتصادية وعسكرية كبيرة زي ما تعودنا مع بعض عزيزات طلاب أن احنا بنمسك الفقرات وبنقوم بعملية التحليل لكل عنصر فيها طب لو اتكلمنا عن حجم السكان هل كله إيجابيات؟ هل ليه سلبيات؟ طب ما تيجي نشوف مع بعض أهم إيجابيات حجم سكان الدولة أو أهم سلبيات اللي موجودة داخل سكان الدولة؟ نبدأ مع بعض إيه هي المميزات اللي بتميز الحجم الكبير لسكان الدولة؟ أعداد من جيوش عسكرية ضخمة كالجيش الأمريكي أو الجيش الصيني كمان بيوفر عندي قوة بشرية من العمالة في مختلف القطاعات كمان بيتيح فرصة لوجود مبدعين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والطبية والفنية علشان كده بتلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية بيخرج منها عدد كبير جدا من العلماء لأنها عندها طاقة بشرية متنوعة طيب زي ما تكلمنا على مميزات الحجم الكبير لسكان الدولة تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أهم العيوب لو الدولة عندها حجم سكان كبير أولا صعوبة توفير الغذاء للسكان وكمان صعوبة توفير الأمن والحماية وأحيانا بيظهر حركات التمرد والحركات الانفصالية لمجموعة من السكان لو الدولة حجم سكانها كبير اتفقنا مع بعض أن احنا بنحلل ونستنتج مجموعة من العناصر بعد كل فقرة لما جينا تكلمنا على حجم السكان اللي موجود داخل دولة لو الحجم ده كبير للسكان إيه اللي ممكن يحصل؟ قلنا أنه ممكن يكون عندنا جيش ضخم زي جيش الولايات المتحدة الأمريكية والصين كمان عندها قوة بشرية في مختلف الأنشطة الاقتصادية يعني الدولة مش هتحتاج عمالة من الخارج وكمان هيكون عندها مخزون كبير تقدر تستخدمه من المبدعين اللي موجودين في كل المجالات اللي عندها سواء كانت مجالات علمية ولا طبية ولا رياضية أو فنية كل ده هيكون من خلال حجم السكان الكتير لكن مع وجود كل المميزات اللي احنا قلناها هللاحظ ان احنا عندنا بعض المشاكل زي صعوبة توفير الغذاء فكرة الأمن فكرة الحماية وكمان من الممكن ظهور عدد كبير من الحركات الانفصالية داخل الدولة وبكده قدرنا نحلل مع بعض مميزات وعيوب حجم السكان الكبير داخل الدولة لكن أعزاء الطلاب أكيد سألتوا نفسكوا سؤال أما للدولة اللي عندها عدد سكان قليل إيه هي السلبيات اللي ممكن تواجه الدولة؟ إن الدولة اللي عندها عدد قليل من السكان عندها نقص في الأيد العاملة وعلشان كده بتفتح باب الهجرة علشان تعوض النقص اللي موجود عندها وعندنا بلاد كتير على سبيل المثال ده طيب كمان بعض الدول اللي عندها عدد قليل من السكان بتقوم بحالة من حالات التحالفات السياسية والعسكرية مع الدول الكبرى وبنلاحظ دوت بشكل كبير في دول الخليج فتلاحظ إن فيه قاعدة عسكرية أمريكية في دولة الإمارات أو قاعدة عسكرية في دولة الكويت ليه؟ لأنها دول صغيرة وعدد سكانها قليل وبالتالي الدولة ديت بتبقى محتاجة حماية أو كيان عسكري وكيان اقتصادي كبير يساعدها على تحقيق حالة من السبات والقوة الاقتصادية المستمرة اتفقنا مع بعض عزيزي الطلاب إن إحنا عندنا مجموعة من نواتج التعلم بنوصلها بعد كل فقرة واتكلمنا دلوقتي عن حجم السكان سواء الحجم الكبير للسكان أو الحجم الأوليل طب تعالوا مع بعض كده نستخرج نواتج التعلم أولا الحجم السكاني الكبير للدولة بيزيد من قوة الدولة وده يعتبر من أثار الإيجابية كمان يظهر الأثر السلبي عندما تفقد الدولة السيطرة على هذا الحجم الكبير للسكان وعلشان كده بعد تحليل نواتج التعلم بيكون عندنا سؤال نقدر نأكد دي معلومتنا والسؤال بيقول قد تخشى الهند من الاضطرابات السياسية الداخلية بسبب نقط ضخامة مواردها الاقتصادية ولا عدم انضمامها للأحلاف العسكرية ولا الحجم السكاني الكبير ولا ضعف قوتها الاقتصادية هيا أعزاء الطلاب بنعمل ايه مع بعض دايما بنقوم بحسف الإجابات أو البدائل التلاتة الغلط لو عارفين الإجابة على طول بنختارها لكن لو لسه محترين شوية ومحتاجين نفكر أكيد بنقوم بحسف إجابة وراء الأخرى لحد ما نوصل لإجابة الصح مين فيك وصل الإجابة الصح؟ الإجابة هي فعلا رقم جيم الحجم السكاني الكبير لأن الحجم السكاني الكبير داخل الهند ممكن يؤدي إلى وجود مجموعة من الحركات الانفصالية وبالفعل حصلت أكتر من مرة في الهند زي ما تكلمنا مع بعض عن الحجم السكاني سواء الحجم السكاني الكبير أو الحجم السكاني الصغير يلا بينا ننتقل لموضوع جديد في حلقتنا النهاردة وهنتكلم عن ثانيا خصائص السكان يقصد بخصائص السكان مجموعة الصفات السكانية أو الخصائص السكانية التي يتميز بها مجموعة بشرية عن أخرى زي السن والنوع واللغة والديانة والحالة التعليمية كل دي اسمها الخصائص السكانية لأي دولة طب يلا نبدأ مع بعض كمان حاجة تاني هنتكلم عن التركيب النوعي ايه التركيب النوعي للسكان؟ هو المقصود به أحوال السكان من حيث النوع يعني نسبة الزكور ونسبة الإناث هتفرق كتير يا مستر مثلا فكرة الزكور والإناث؟ أه طبعا لأن الدولة اللي عندها نسبة زكور عالية ده بيؤدي إلى أنها محتاجة توفر فرص عمل أو أن الدولة اللي عندها نسبة كبيرة من الإناث محتاجة أنها توفر لهم نوع عمل معين لكن في الوقت الأخير بعض الدول المتقدمة أصبحت الإناث بتتساوى مع الزكور في تقديم الخدمات الإنتاجية والعملية الإنتاجية تقريبا متساوية بسبب التحضر والرقي اللي موجود داخل الدول دي تعالوا مع بعض ننتقل لخاصية تانية النهاردة معانا وهنتكلم عن التركيب العمري للسكان ايه المقصود بكلمة التركيب العمري؟ هي المقصود بيها فكرة الفئات العمرية داخل الدولة يعني صغار السن أو الفئة المتوسطة أو فئة كبار السن أحيانا بعض الدول بذات الدول النامية بيكون عندهم فئة صغار السن لهم الأطفال من أول سن يوم لحد أقل من 15 سنة بتكون النسبة دي كبيرة وده بيسبب مشكلة كبيرة جدا داخل الدولة وبيضعف من قوتها لأن دول بيكونوا فئة غير منتجة وبيكون نسبة الإعالة عند الدولة عالية جدا لكن لو دولة زي مصر مثلا عندها فئة الشباب لما الفئة المتوسطة فئة عالية ده بيوفر للدولة أيدي عاملة بتكون رخيصة وكمان بأجور منخفضة وبيساعد على الإبداع وعلى التقدم في كل المجالات تعالوا ننتقل لخاصية جديدة من خواص السكان البشرية وهنتكلم عن الهجرة ايه موضوع الهجرة ده؟ الهجرة ليها أثار إيجابية على الدولة أو على قوة الدولة؟ فكرتوا معايا كده لما سكان الدولة يهجروا هل ده ليه أثار إيجابية ولا سلبية؟ أحيانا بيكون الدول المرسلة للمهاجرين يعني اللي بيخرج منها سكانها وبيهجروا لدولة تانية بتكون عملت حل المشكلة كبيرة عندها وبالتالي بيكون فكرة الهجرة ليها دور إيجابي على قوة الدولة أما الدول المستقبلة للمهاجرين أحيانا بتكون فكرة الهجرة إليها فكرة كويسة جدا لأنها بتحل أزمة عندها وهي فكرة الأيد العاملة وبكده مش شرط إن يكون الهجرة ليها أثار سلبية لا ممكن يكون لها أثار إيجابية وبالتالي ده ممكن نشوفه فين؟ مشوفه دولة زي كندا اللي عندها عدد سكان قليل فبتستقبل عدد كبير من المهاجرين مين كمان على سبيل المثال دولة أستراليا ونيوزيلاند وكمان دول الخليج العربي اللي بيبع عندهم قلة في الأيد العاملة وعلشان كده بيستقبلوا عدد كبير من المهاجرين اللي بيكونوا موجودين من جنسيات مختلفة تعالوا مع بعض كده نفكر زي ما كان فيه إيجابيات للهجرة فيه كمان عندنا سلبيات إيه أكتر حاجة ممكن تشغل بال أي دولة لو استقبلت عدد كبير من المهاجرين؟ اللي فكر في الإجابة اللي بالي ديت هيكون ممتاز ويا فكرة عدم التجانس بين سكان الدولة لأنه بيكون عندك جنسيات من مهاجرين مختلفين وبالتالي محتاجة تنظيم إداري قوي وبيحصل بشكل واضح جدا في دول الخليج العربي ممكن تبقى أنت في دبي وبتتفرج داخل أحد المولات وتلاقي أكتر من 30 أو 40 جنسية داخل مكان واحد فمحتاجة إدارة حازمة وتنظيم إداري قوي زي ما ظاهر قدامنا كده على الخريطة ممكن تحلل معايا الخريطة وتشوف الأسفن بتتحرك من فين رايحة على فين في الهجرة ممتاز اللي فكر في الإجابة لأن الهجرة كده خارجة من مصر ومن السودان ومتجهة لبعض دول الخليج العربي زي السعودية والإمارات وعمان والكويت يبقى نقدر نقول أن مصر والسودان من الدول المرسلة للمهاجرين أو للسكان أما دول الخليج العربي فهي دول مستقبلة للمهاجرين هننتقل مع بعض لخاصية جديدة من خصائص السكان وأثارها على قوة الدولة وهنتكلم دلوقتي على الدين واللغة نبدأ نتكلم عن الدين بالنسبة للدين بيعتبر من أهم العوامل المؤثرة على تجانس الدولة واللي بيديها حالة من حالات القوة أو حالة من حالات الضعف لكن هل ده مستمر الحد دلوقتي؟ قديما كان ممكن يكون موجود فعلا لكن دلوقتي بدأت الدول تقلل شوية من فكرة الاعتماد على الدين والمنازعات الدينية لأن أغلب الدول خلاص بيتركز على مصالحها الاقتصادية وعلى مصالحها العسكرية وده بيقلل من المنازعات اللي بتحدث بسبب الدين أو الطواقف المختلفة طيب لو اتكلمنا عن اللغة هل اللغة ليها دور كبير في تجانس الدولة وقوتها؟ أطبعا لأن اللغة بتساعد على تماسك الدولة وعلى قوتها السياسية وأكبر دليل أن من أهم المقاومات الحضرية لأي دولة هو تماسك اللغة عندها وعلشان كده هتكون ليها عامل مهم في توحيد سكانها وكمان بيساعد على تجانس السكان وتربطهم مع بعض أما فكرة تعدد اللغات بتؤدي إلى ضعف الدولة وبتساعد على وجود أقليات والأقليات اللغوية دي ممكن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل أهمها مثلا فكرة الانفصال عن الدولة الأم زي ما تعودنا مع بعض عزيزي الطلاب أن احنا بنحلل مع بعض كل فقرة بشكلها الإيجابي أو بشكلها السلبي وزي ما قلنا أن فكرة اللغة ليها دور مهم في تجانس الدولة أحيانا بعض الدول في العالم بيكون عندها عدد كبير من اللغات داخل الدولة الوحدة يعني مثلا دولة سويسرا هتلاحظ أنها عندها أربع لغات رسمية أربع لغات جوا دولة واحدة أه طبعا هتلاقي عندها مثلا اللغة الفرنسية واللغة الألمانية وكمان عندهم اللغة الرومانشية اللي هي اللغة اللاتينية القديمة وفي نفس التوقيت دولة سويسرا دولة متجنسة ودولة قوية ومن الدول الرائدة على مستوى العالم تعالوا نتكلم مع بعض على الأمة العربية اللي عندها حالة من حالات البساطة الجميلة في التركيب اللغوي للسكان عندنا 22 دولة عربية مترمية الأطراف شرقا وغربا ورغم كده اللغة العربية هي لغة بتجمعنا كلنا وعشان كده كمان عندنا مجموعة من العوامل اللي بتساعد الدول العربية على التماسك زي مثلا الدين والتاريخ والقومية والثقافة العربية المشتركة وبكده أحيانا بيكون اللغة والدين عنصر قوي داخل الدولة أو عنصر ضعيف داخل الدولة يلا بينا مع بعض ننتقل لعنصر مهم من العناصر البشرية لسكان الدولة واللي العالم كله بيتكلم عنه وهو الجزء التكنولوجي لسكان الدولة يعني ايه التكنولوجيا هنا؟ هل هنا المقصود بالتكنولوجيا هو الانترنت واللابتوب واستخدام الموبايل هي المقصود بيها الفن الانتاجي للدولة يعني مستوى الصناعة مدى التقنيات الحديثة اللي بتستخدمها الدولة والمنتج الشركات العملاقة اللي بتنتج منتجات عالمية وهي رائدة فيها سواء كانت العربيات أو سواء كانت جهزة الحاسب الآلي دي شركات متميزة ودي اللي نقدر نقول عليها عندها تقدم في التكنولوجيا علشان كده نقدر نقول إن استخدام العلم في عمليات الانتاج أصبح من أهم الصفات اللي تميز الدولة تكنولوجيا وبتديها قوة وثقل سياسي واقتصادي وعسكري أما الدول النامية اللي لسه ما تطورش عندها العلم والتكنولوجيا بيؤدي ذلك إلى هجرة العقول وبيسموها هجرة الطبقة المتعلمة وده بيؤدي إلى تفريغ الدولة من علماءها اللي بيؤدي في النهاية إلى ضعف الدولة وإن ما بيكونش عندها حالة من حالات القوة علشان كده عزيزي الطلاب أصبحت التكنولوجيا من أخطر الجوانب البشرية تأثيرا في السلوك السياسي للدول وبتديها وزنة على المستوى العالم وعلى الخريطة السياسية وعلشان كده كمان التقدم الصناعي حديثا أصبح مش بس مرتبط بالمواد الخام ومصادرها ده أصبح كمان مرتبط بالعقول البشرية التكنولوجية والمهارات وأكبر دليل على أن الدول اللي ما عندهاش موارد كتير وعندها عقول بشرية وتكنولوجية متميزة أصبحت رائدة على مستوى العالم والدليل على كده دولة اليابان اللي مترمية الأطراف واللي في آخر الدنيا لكن عندها عقول بشرية وتكنولوجية رائدة فأصبحت من الدول السبعة الكبار بعد ما تكلمنا مع بعض وقمنا بتحليل خصائص السكان بفئاتها المختلفة هنجد عندنا مجموعة من نواتج التعلم يلا نعرفها مع بعض إن فيه ارتباط وصيق بين المركب السكاني وقوة الدولة الاقتصادية كمان لا يظهر أثر للدين ولا اللغة في الدول المتقدمة عكس الدول النامية ومعنا سؤال زي ما تعودنا نأكد بيه معلومتنا سؤالنا بيقول تدفع الصعوبات الديمجرافية للسكانية بعض الدول لإقامة تحالفات عسكرية من أجل نوات هل توفير الأمن الغذائي؟ ولا تسهيل عمليات التنمية؟ ولا سهولة الاتصال الخارجي؟ ولا توفير الحماية والأمن؟ فكر كده في الإجابة احزف البدائل الخطأ ممتاز الإجابة هي فعلا رقم دال توفير الحماية والأمن وأكبر دليل على كده دول الخليج العربي اللي عندها عدد قليل من السكان زي ما قلنا وعلشان كده حاولت أنها تقوم وتشترك داخل تحالفات عسكرية واقتصادية كبيرة مثل مجلس التعاون الخليجي طلابي العزاء انتهينا مع بعض دلوقتي من الجزء الأول من المقاومات البشرية لقوة الدولة ألقاكم على خير في الجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر